يسأل ويقول ابنه زهب إلى مدرسة وتلقى عندها بعض الدروس ثم طلبت منه عدم الحضور لضعف مستوى فيسأل هل ندفع لها أجرة الدروس التي تلقاها ولدنا؟ هذا حقها إذا بزلت معه مجهود وحاولت معه لكن دون جدوى فلندفع لها أجرة ما قامت به من التعليم لكن في نفس الوقت لا نصدم الطفل بأنك غبي أو أنك لا تصلح للتعليم أو أنت إنسان فاشل لا نقول مثل ذلك الكلام ربما في قصة مخترع المصباح الكهربائي اللي هو أديس المعروف لما قالت له المعلمة دفعت إليه بورقة يعني إلى أمه قالت له أعطي تلك الورقة لأمك أعطاها لأمه وأمه قرأت الورقة ثم طوت الورقة وجدت مكتوب فيها ابنك فاشل غبي لا يصلح للتعليم فالولد بيسأل أمه إيه الموضوع إيه العبارة قالت له إن معلمتك تقول ولدك مستواه يفوق الطلبة الذين في عمره وهو زكي ويحتاج إلى معلم خاص زكي مثله وتولت الأم المربية المعلمة تعليم الولد فصار مبتكرا ومخترعا بعد موتها فتش في مختناياتها فوجد تلك الورقة نفس الورقة فقرأ ما فيها فإذا بالمعلمة تقول ابنك إنسان فاشل لا فائدة ترجى منه ولذلك لا نردد مثل تلك الكلمات على الطلبة ولا حتى على أولادنا بل ننبمي ما فيهم من جوانب خير ونغض الطرف عما فيهم من جوانب سلبية لو قلنا الولد ده شقي ده الولد ده بيكسر ده الولد ده بيضرب الولد ده بعض الولد ده مهمل وكأننا نؤكد تلك الفكرة يعني التي غرسناها في خاطره وعقله وإنما كما قلت نمدحه بما فيه من خير فإذا نمت جوانب الخير تضاءلت جوانب الشر